صباح خير عليكم واصبحنا واصبحنا ونقول الله من أم تعال الحاجات التي تقدر تديرها في السفر هي أنك تديرون شوية وتسوق في بلاد ما تعرفهاش شو في مكسيكو رحلتنا اليوم رح تكون لعاصمة المكسيك مع صديقي من فيينا اللي تلاقيت بيه وحكيت لكم عليه في الفلوغ تع كوستاريكا استأجرنا السيارة من مدينة بويبلا بـ 30 دولار لليوم وانطلقنا قبل ما بدو ما تنساش تعطيني لايك وتخلي لي تعليق وتنشو الفيديو مع صحابك في العاصمة جاي في العاصمة في المتابعة مرحبا بكم في أشهر ساحة هنا في العاصمة ميكسيكو سيتي ما رحش نقول لكم مرحبا بكم في ميكسيكو وإنما رح نقول لكم مرحبا بكم في ميكسيكو أكبر مدون العالم مساحة وأقدم وأعرق مدينة أكبر ميدان عام في الأمريكيتين زوكالو تلتقي هنا كل التقافات والحضارات التي مرت على هذه البلد الميدان مكان لتجمع الميكسيكيين منذ زمن الأستيك يستخدم اليوم للمهرجانات والأسواق والمسيرات العسكرية وكذلك المظاهرات والإحتجاجات بعض ما تريده عن المدينة تجده هنا في مكان واحد في زوكالو وكايل علامة أظن وقيلة خمس سكان أطليين منهم الإنديغو التي تعرفنا عليهم وهذه سموهم الآستيك عادة ما تتأسس المدن على الأنهار والبحار والجبال لكن عاصمة المكسيك تأسست بسبب نسر كانت نبوءة قديمة تقول إن أرضهم الموعودة موجودة حيث يقف النسر وفي فمه تعبان على شجرة صبار فوجد الآستيك النسر في ساحة زوكالو فسموا مدينتهم هنا لتصبح أقدم مدينة في الأمريكيتين فستلاحظ النسر وشجرة الصبار يتوسطان العالم المكسيكي لكونهم رمزان وطنياً لخلفي تماماً هنا في أشهر ساحة نافزوكالو هو قصر الرئاسة من يسكن الرئيس ويخدم تعد العاصمة مكسيكو أكبر منطقة حضرية في الأمريكيتين وهي ثالث أكبر تجمع للسكان في العالم هذه المدينة تعتبر مدينة عالمية كبيرة في أمريكا اللاتينية وتحتل المركز الثالث كأكبر تجمع حضري في العالم وذلك بعد كل من توكيو واليابان فعلاً هذه المدينة تنبض بالحياة شوفوا الازدحام كأنك رك في نيويورك جماعة باش نعيشوا التجربة تعالميكسيك نعيشوها حقاً نازم نزوره أخطر أماكن هناياً في ميكسيكو ورانا في العاصمة سبحان الله هذا المكان ينا رحي له من أخطر أحياء سمعة عكيمة هكذا رح نشوفه نديكوبرو بروحنا على بهاجينا الميكسيك قالوا لي بزاف ناس نصحوني أنه مطروحش من أحسن مطروحش السمعة اللي ديتها الميكسيك في العالم قاعد روك أنا جيت نحوس على ميكسيك لديك معلومات هنا في الصونت رانا في العاصمة لقيت غير العصابات أخطر عصابات للعالم في الميكسيك المخضرات الدروكس يعني ما تلقاش حاجة تفرح على الميكسيك في الانترنت ولا في الاعلان في العاصمة جاي في العاصمة أعني مدينة كبيرة بزاف مستحمة بزاف آآ الحركة فيها بزاف الحياة هنا تنبو بالحياة تنبو بالحياة انه انتظر ايضاً ايضاً في تحيير ايضاً انتظر ايضاً انتظر ايضاً والشيء يقول ان يجب ان نتذكر انتظارنا ومعوا الناس انتظر من الجميع انا اضافنا وعلم انتظروا ان يتعالي ان اخبروا من الناس ومعنا نرى نحن نرى With our feet Oh my God Just go هل ستكون ماتذرين؟ هذا؟ هذا تَسِبِيَّ لحظة؟ بعض الشخص مهوطة شعر قليل 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 هل يبيعون كلش كلش لا لابد حسنا تبيتو أبداً طرطية هنا لدينا تستيقظ لطريق في الصفحة الناس كنا يجبون يبنوا معي ساücktنا فالساعدوا لأننا نأخذنا لنريد ان نذهب لها نحن نقلون من الشناعين إذا كانوا نخرجون لذلك يتركوا نحن نعذهب سنجدنا الناس يجب أن نأخذ بشيء اولا انتبه لنهاء مقدر شكرا عمركة هذا هو المشكوئة من الأشخاص في ميكسيكو أمريكا أحبه كم تعلم أنه أمريكا هو الكليب الشاي عقاح في ميكسيكو هل تعرفنا عنهم؟ أمريكا ميككيكو أمريكا تعرف ألجيريا؟ ألجيريا، ألخيريا؟ ننقل مع ميكسيكو ألخيريا ألخيريا؟ ألخيريا؟ أعلم الأخيري؟ أجل لتخ energetically أعلمهم لو كنا نعلم الأخيرية لعما 떠ضع المخصصصة 2x! المخصصصة 3x! المخصصصة 3x تلك هناك؟ هل تعتقدون أنه يخطي في الدخول؟ هذه سؤال مهزة هل يحضرون أن يصفون الناس بحقية؟ ắем تعتقدون أنه هناك جديد بينما يخ הא� cosmic ذلك تدري هل يمكنها؟ هذه الكردات مجليزة t衣 gracias 관ني فلم ب linking لعين حق! كوستو مادري كوستو مادري كوستو مادري شوكولاتة شوكولاتة تكلب لا هوكا لا هوكا 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 كوستو مادري كوستو مادري بماعة تقريبا الأسعار ستجدونها 160 ألف يعني بدراها من البزيريا يعني ما بين 10 دولار 15-15 دولار حاجة الغالية ستجدونها في 20 دولار هنا يعني قاعد المنابيس كل شيء وأكثر حاجة ستجدونها هنا ستجدونها كثيرا يعني تجدون قاعد الماركات الماء الأديداس ما من الماركات الغاي ستجدونها eso ha tenido una mala fama, una mala reputación lo que es el barrio de Tepito. En el barrio de Tepito somos trabajadores, somos ahorrados, como en todo, como en todos lados, como en toda ciudad, como en todo país, hay de todo. Aquí somos muy trabajadores, luchamos por salir adelante día tras día. Caminar, puedes caminar como si nada, siempre y cuando no faltes al respeto, a la integridad de alguna persona o nada, puedes seguir adelante, caminar aquí, caminar en Reforma, caminar en Polanco, donde cualquier parte de México puedes caminar, siempre y cuando no agradas a alguna persona o faltes al respeto. لا تصدق أي شيء, وتحقق من كل شيء, ولا تستبعد أي شيء. لا كل ما يقال أو يشاهد يصدق. ابحث عن الحقيقة بنفسك وتأكد. ولا تسمع. بل تنشئ. 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 وقد نرأت أكثر من هذا التدريب نحن نجد المجد أريد أن يكون محلول نصل إلى المجد الحمد لله نرى محلولة هذا ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ وصلت للغاية وعندما يدعون طبعا، عندما تدعون تفعل ذلك ولكن الناس نفسها وعلا الراحة يجدكم الراحة الحمد لله كنت في المسجد وكملنا صالح حتى يشاهد في امرأة يقول لي اشهدوا ان لماذا؟ هذه الشهدة هنا سبحان الله الحمد لله اللي يدخل في الاسلام والله نفرح نفرح السلام عليكم مسلم سلام عليكم ماجه الله السلام عليكم أمن مسيكو؟ السلام عليكم أمن ميكسيكا؟ ميكسيكا؟ مسلم؟ لا خلف الله Nemo اسلام بردا اسلام كل اشخاص اصلاح اصلاح مظلم مظلم لا اكتش شباب السلام عليكم السلام عليكم لو الأعلى انتعيش من مسلمان كان من المسلم موسيقى كان من المسلم هل أكل حلال فوت هل أكل حلال فوت سوف تتعلم بعض الاسلام سأعلم ستعلم 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 سأفعل ذلك سأفعل ذلك سأفعل ذلك لكي تكون مكسيكي لابد أن تعرف أحد من شخصيات المشهورة في مكسيك أحد من أشهر شخصيات التي توجدها في مكسيك وما ترى هذه الشخصيات ستعقل عليها لأنها تحتاجها ستعلم وشخصية مشهورة هنا تعتبر شخصية مأساوية يعني الناس تعاطفت معها لأن حياتها كانت مأساوية والذي هي هم يقولها فريدا كالهو وأنا نقولها فريدا فريدا كالهو فريدا كالهو من أشهر شخصيات وهي رصامة وطبيبة هذا البيت تحل يحولها إلى ميزيك ميزيك أيقونة المكسيك فريدا كالو هي أكثر فنانات أمريكا اللاتينية تأثيراً وإبداعاً وإحدى أبرز فنانات القرن العشرين تعرضت فريدا لحادث حافلة أقعدها مدة طويلة بقى هذا المنزل على نفس الحال التي تركته فيه فريدا عندما توفيت سنة 1954 كانت فريدا مفتونة بالفنون والثقافة المكسيكية ويتضح ذلك من خلال ديكور منزلها فكل شيء هنا مكسيكي مئة بالمئة موسيقى أنا هادو الشخصيات نشوفهم يعني سبحان الله ماتوا وما زال اسمهم يذكر ما زالهم يدخلوا دراهم من جهتهم شوفوا ثاني هادو قعدوا هاكا بش يبيع هادو سريد فود فكل واحد عاش على قضية واحدة ودافع عليها وماتع عليها رح يخلد اسمه نحن الأمثلة تعنا الصحابة رضوان الله عليهم اللي عاشوا على قضية الإسلام وبش ينشروا الإسلام والآن رمخلدين مازالوا نذكروهم مازالوا نعلموا سيرتهم الأطفال تواعنا لولادنا فهذه المغزى من هذا الشيء انه تقدر انت تاني تخلد نفسك وتخلي تخلد بوحنا ما نقدرش نعيش بزاف أعوام لكننا قدروا نعيشوا كيفاش نخلدوا سوالحنا نخلدوا حياتنا نعيشوا على قضية كيلي عاش على قضية ما زال لحد الآن اسمه يدخر فأنا بالنسبة لي ما زالها عايش فهذه الرسالة اللي بريت مصيرها لكم من باب فريدا كاو يأتي تعالى تحديث كاراس تحديث أريس أنت تهدتني في الأمن المكسيكي بلحضري تحديثني إذا لا تحافلوا كفهموني حكموني شفوك عمران هل يريدون أن يقتربني؟ ماذا؟ هذا هو شكرا شكرا لا يرى الناس قريبا واه لا أقل يا ملا أنت لا أقل لا أقل أقل الناس لنرى الآخر ماذا؟ وصلوا لها دي مرة الأخيرة من الفيديو معركة الله فيكم دمتم في رعاية الله وحفظه ما تنسوا تشاركوا الفيديو واللايك وتخلوا لي تعليم سلام